الاتفاق نص على بحث عن وجود منطقة عازلة بمعنى أن المملكة العربية السعودية تبحث عن تأمين حدودها بحيث أنها تتفرق للبناء في هذه المناطق التي حرمت سنوات طويلة من أن يكون بها كثير من المشاريع هذه نقطة مهمة جدا النقطة الثانية ربما وهذا أمر مقلق ربما تكون المملكة العربية السعودية ودول القوار قد وصلوا إلى مرحلة عدم التقابي الشرعية وعدم قدرة الشعرية على أن تثبت أنها قادرة على محاربة الميليشيات الحوتية يعني ثمان سنوات استنفذت من وجهة نظري الشخصية استنفذت كل الوسائل التي يمكن أن تجعلنا نؤمن أو نصدق أنه يمكن أن يحدث تغيير على الواقع ويمكن أن الشرعية تغير من خلطتها العسكرية من خلطتها السياسية من خلطتها ديماسية من تقديم الخدمات من نقل صورة جيدة في المناطق التي هي تحت سيطرتها في الوقت الحالي كل هذه الأشياء يرجح كفة الحوثي ولا استطيع أن يقول يرجح بل يجعل أنه الاتفاق هذا ربما يكون صحيحا لكن نأتي إلى وجهة نظر أخرى وهي برضو تحمل نفس القوة ونفس الأهمية أنه لا يمكن المملكة العربية السعودية أن تمود يدها للمليشيات الحوثية لأنه لماذا حاربناهم ثمان سنوات إذا كنت الآن ستتمود يدك لهم هل تثق المملكة العربية السعودية بالحوثي؟ المملكة العربية السعودية تعرف لو شفتم أنتم الخبر يقول أنه المليشيات الحوثية تبحث عن ثروات كيف يمكن تقسيب الثروات على عام 2014 بمعنى المليشيات الحوثية تبحث عن مبالغ مالية إذن السعودية ودول التحالفة يجب أن يعرفوا أن المليشيات الحوثية إي هدنة معها إي حوار معها هو مثل الذي تربي ثعبان في إي لحظة سيلدغك لا أمان له ولا يمكن أن تصل معه إلى اتفاق محدد تبني عليه أنك يمكن أن تصل إلى سلام أو تصل إلى حوار أو تصل إلى حال يرضي قيام المملكة العربية السعودية ودول التحالف بوساطة عمانية بدخول حوار مباشر مع المليشيات الحوثية بمعزر على الحكومة لا أظن أبدا أنه يخدم السعودية وسينقل عنها صورة غير قيدة وربما نذهب إلى تفسيرات أخرى ما أبقى هنا ثمان سنوات غير أن نصل إلى مرحلة الحسم إذن مثلما قلت الصورتين كل صورة قابلة لأن تصدق ويبقى السؤال المهم ما الذي ستستفيده للمملكة العربية السعودية إذا قامت ببناء حوار مع المليشيات الحوثية